قال الائتلاف الوطني الجنوبي إن يوم الثاني والعشرين من مايو مثل ذروة الإرادة الوطنية لجماهير الشعب اليمني في الجنوب والشمال وأوضح الائتلاف الوطني الجنوبي في برقية تهنئة لمجلس القيادة الرئاسي بأن الشعب اليمني جسد الوحدة وبأنها أنشودة تلهج بها الألسن في كل وقت ومقطوعة تتلوها الحناجر شعرا ونثرا حتى صارت تشكل حالة إجماع وطني منقطع النظير وأشار الائتلاف الوطني الجنوبي إلى أن الوحدة جاءت ثمرة لنضال طويل وكفاحا مرير خاضت الحركة الوطنية اليمنية غماره إلى أن تحقق المنجز بعد عقود من دحر الإمامة والاستعمار وقال الائتلاف الوطني الجنوبي إن أمام مجلس القيادة الرئاسي مهام كبيرة أهمها الحفاظ على الوحدة كقيمة وطنية وإنسانية وحضارية والسعاب المطالب العادلة في إطار القضية الجنوبية ووفق مخرجات الحوار الوطني الشامل ودعا الائتلاف الوطني الجنوبي مجلس القيادة الرئاسي إلى توسيع دائرة الشراكة بما يحقق الهدف المنشود من التغيير السياسي الذي تمخذت عنه مشاورات الرياض وبما يفضل بناء اصطفاف وطني لا يستثني أحد قادر على استعادة الدولة وتحقيق السلام العادل وأكد الائتلاف الوطني الجنوبي أن المسؤولية التاريخية والضمير الوطني يفرضان علينا أن ننطلق للمستقبل بروح والثابة متخلصين من عقد الماضي وأحقاده والسير بخطا ثابتة من أل الدولة الاتحادية الضامنة للشراكة العادلة في السلطة والثروة